السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا هم بكم تابعين الكرام ومتابعي قناة من الاخر خلاص معكم محمد نوردي النتائج مباراة نصف نهائي كأس الاتحاد الانجليزي وترتيب الهدفين وموعد مباراة النهائي ومن المتاهلين متابعين الكرام اليوم الاحد تلاتة وعشرين اربعة الفين تلاتة وعشرين انتهت مباراة منشستر رناتد برايتون وفوز منشستر رناتد على برايتون برقلات الترجيح سبعة ستة بعد انتهاء الأشواط العادية والأشواط الإضافية متابعين الكرام احرز اهداف منشستر رناتد السبعة كاسيميرو وديوغو دالوت وجادون سانشو وراشفورد ومارسل سبايتزر اما هداف برايتون عن طريق باسكال جروس وانداف بيرفيس استوبيانان واندي وبستر وفوتر في غريستو واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة ايه ده ومن اللي الكاس فيهم آخر هدافين من السبعة في يجريست ووا لاندلوف والسجيله هداف السادس والسبعة تمام كده متابعين الكرام نرجع تاني المباراة الثانية انتقل الى النهائي ومتابعين الكرام المباراة التانية كانت بين مانشستر سيتي وشفلد يونايتد فاز منشستر سيتي تلاتة صفر احرز الهداف الثلاثة نجمل جزائر الردم احرز في الديئة تلاتة واربعين ودرب الجزائي واضي احد وستين واضي اه ستة وستين نسجل هاتريك في هذه المباراة. متابعين الكرام. اه عندنا كده مانشستر سيتي هيواجه يواجه مانشستر رونيتد آسف في النهائي سيدي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السابت 3-6-2023 المباراة ستكون على ملعب ويمبيلي أيضا الساعة 4 عصرا أو مساء بتوقيت مصر مانشستر سيدي في مواجهات مانشستر راتيد المباراة كوي جدا بعد الساعة 4 عصرا يوم السابت 3-6-2023 ستكون على قناة بين سبورت اتش دي وام بريميام الاولى تبعيني الكرام بالنسبة لترتيب الهدفين قلنا تعرف على ترتيب الهدفين تصدر الهدفين بول مولين لعب ريكس هام سجل سبعة هداف المركز الثاني أرماندو دوبرا لعب تشستر فيلد سجل 4 هداف والمركز الثالث ديجي وإش لعجة لعب بيرتن ألبيون سلسة هداف وابيلي بودان لعب أكسور ديوناتد وكونور تشابلين لعب يعني أكثر من اللعب يعني أهمهم طبعا عندنا في الفود لعب من شستر سيتي وأهناتشو لعب لستر سيتي والمفروض لدي نحلة زكات بمعرفش الناس دي عنصريين ولا ايه الحكاية فين؟ اه مش مكتوب يبا ترتيب الهدفين ده مش صحة لاحظة واحد ده الترتيب الصحي بقا لعب بول مولين لعب ريكس هام سجل تسع هداف رياد محرز نجم الجزائر لعب من شستر سيتي سجل خمسة هداف و ارماندو دوبرا لعب باتشستر فلد خمسة هداف بعد كده اكثر ملاب سجله ثلاثة هداف اشترك في القناة فعلى زر الجرس اعجاب لايك الفيديو وكان معكم محمد نوردين نراكم في فيديو اخر بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته